ثاني نشوف هاي موانئ العالم أكبر ميناء ميناء شينقا هاي حتى نروح الميناء للأخير طيب احنا المفروض نصير سوبرستار حتى تحتوي ذوني رقم واحد طيب لا سوبرستار سوبرستار يعني هذا كله حسبه وإحنا حسبه ثانية جميل يعني المفروض احنا ميناء أكبر ميناء سنة الـ 2090 ماحد يقدر أكبر ميناء بالعالم بالعالم طيب يعني من قلنا الأكبر يعني أكبر ميناء بالعالم على الأطلاق ليش؟ هسا نعرف الميناء الأكبر نروح هسا هاي شوف الميناء الأكبر شوف شانقهاي أتى 33 مليون كونتينر خزن سنوي وتريد تفكر بميناء تصريف بينما احنا بالتصميم أساسا نسوينا ميناء تصريف أدني 50 مليون و33 وعدي ميناء تصريف 80 مليون نروح حتى نشوف شنو مواصفات الميناء الأكبر هو العمق لازم يكون العمق في الجزر ناقص 20 لكافة مياهنا الإقليمية مو قناة المياه الإقليمية كلها سنشوفها سعة الخزن يجب أن تجاوز 50 مليون حاوية سنويا عندنا توفير ميناء تصريف 80 مليون حاوية وعدنا منطقتين صناعية منطقة سفلة ومنطقة عليا المنطقة السفلة تختص بالقضايا اللوجيستية والمنطقة العليا تختص بالموارد هاي بعدين نشوفها شوهن حتى نستفيد حتى نصير احنا مثل ما يقولون احنا على درب اللي مرون فاحنا راح نصير احنا مصدرين موارد نربط بين الانتاج والموارد فاحنا نكون المصدر إليها شلون بعدين راح نشوفها طيب هذا يصير تعزيز الاستراتيجي حتى طبعا دكتور واللي داري الداخلي أنا برحتك دكتور نرجع شوية لازم نوفر مطار عالمي يستقبل سنويا 100 مليون مسافر لأن تعفون البصرة هي على الخط الترانزيت العالمي أقصر خط الترانزيت العالمي الرجح هاي القيمة اللي كانت بالأربعينات والخمسينات كان البصرة يشتغل على هالأساس وفقدناها لازم نرجحها موانئ للسلع المدحرجة والسائبة والحاويات لأنه لنقل كل التجارة هي 90% من عالم التجارة 10% للطيران والهذا صح فإحنا حتى يكون مستقبلين هاي لازم عندنا الأرضيات يعني لازم نعدها يعني إذا أنت عندك مضيف وتريد تعزم لك 300 يجب مضيفك يحمل 300 طيب إذا ما كنت تصب لسردق نفس الشي نرجع نروح لل ليش هسا البصرة أو ميناء البصرة الأكبر لأن ميناء البصرة راح يجعل العراق رقما في المعادلة السياسية والحضارية والاقتصادية هي تصالح وتقدم تقدم اقتصاد مستدام شو نعني بالاقتصاد؟ تحويله من اقتصاد الموجهة إلى اقتصاد السوق حتى نحول المال هو دوار مثل الكرة الثلج كل ما يدور يكبر نحن هسا الخط مالتنا سائب يجي نفوت ويطلع وخلاص صح يصبح العراق حلقة الربط بين مواطن الانتاج والموارد والموارد ليكون مصدر لها ميناء 750 رصيف بخزن 50 مليون حاوية والميناء الجاف 80 مليون حاوية هاي طبعا رح نشوفها بعدين على الخراط كل خراط جلون 700 أي يوجد يوحد أوصال العراق ليش رح نربط كردستان إلى يوم يبعثون ما تفكر لا قادتها لا انفصال ولا أبد أبدا للقضاء اقتصادية طيب القضاء على مشاكل حدودية مع الجيران إلى الأبد يعني هذا حل مو بس لا مشاكل وإلى كويت ولا إيران ولا من يطلعين ولا أبد يحلها من حيث احنا يعني في سلام وليس في وعاء وسلام جميل الغاية العظمى نكون ملبين حاجات العراق لما نصير 100 مليون احنا مستعدين يعني أجيال أجيالنا إذا صاروا 100 مليون راح يكون عتم القاعدة والأدوات والأساليب للعيش التكامل الاستراتيجي مع جميع موانئ الخليج يعني كل موانئ الخليج تتوحد ويانا تربط ويميناء البصرة الأكبر تتكامل وياها ولا تتكامل بيها طيب يصبح العراق ملتقى لجميع مصالح العالم كل مصالح العالم ويانا فيكون أساسا راح يكون دولة سلام واستقرار لكل العالم مصالحها عندنا صح عمرها مراحل صير لا عندنا موانظرات تفكر لا بمشكلة ولا بحرب يصبح العراق لالخمسة أعوام قادر على إعادة قيمة الدينار لا جميع مديونيات مديونات طيب أول عام سنة وحدة ما نظل عندنا ديون ولا نظل عندنا تصريب الديون وعدنا بالخمس سنوات الأولى نعيد قيمة الدينار سنة 1979 وعدنا بعد ما طالعها المهم الأخيرة معروف نسيتها طيب عندنا كثير موات شواطون اللي بعد ها هسا أشرح لكم هسا هاي هذا ميناء الفاو يعني ميناء الفاو منصر راح نضل على فقرنا شلون شي يجيب لك ميناء الفاو هو خمس سر صفر ويعود يصير تسعين إذا صار تسعين نفوسه خمسين مليون ما يكفيك حتى تجارتك الداخلية ثاني شي إذا ما عندك خط الحري شو سوى بالميناء إذا ما عندك ميناء تصريف وإذا ما عندك قناة جافة هذا الميناء هذا ميناء البصرة هذا الأكبر هذا تدفق السفن أحاوله بخط جاف عدي ميناء تصريف اللي يربطني بالعالم 80 مليون حاوي وين بحرير وبأربيل اللي هو نفسه طريق الحرير والحزام والمبادرة وطريق طيب هذا لا أرجع يعني بمعنى ميناء الفاو ميناء الفاو هذا حطتنا أم الخمس سر صفر إحنا نحتاج 750 رصيف هذا المشروع استراتي إذا نشوفه هذا هو الفاو نفس فقرنا نظر فقرنا نفسه زيان بينما هذا هو الذهب اللي راح يشتعل منه العراق ذهب جميل اللي بعده نشوف أي هاي موالي الخليج إذا شوف إيران طول حدودها 2400 كيلو الكويت 380 بتعرجات مالتها السعودية 700 قطر 400 الإمارات 1200 إمارات استراتيجية في تكوينها لخط الحرير للمستعدة أكثر من 650 رصيف بوانئ مختلفة طيب إذن إحنا هذا العراق بس كيف أكون أنا أكبر ميناء بالعالم وهذا مينائي هذا السؤال هنا 41 خط الحدود البرية طيب و 56 يصير خط الأساس شلون سويت وهذا السؤال أي شلون الاستراتيجية شلون حولت إلى 700 رصيف 750 رصيف هذا السؤال الاستراتيجية هي حلم الذي لا يمكن أن تحققه طيب فنذهب إليه نرجع هذا خط الحرير لدينا خطين خط كازاخستان لندن وخط اللي جاي على تركيا إلى النفق إلى أوروبا إحنا هذا الربط معنا طيب وربطنا بالثاني نروح لهذا هذا الميناء مالتنا شوفه هذا خط الأساس هذا خط الفاو هذه منطقة الفاو وهذا الميناء وهذا ميناء حرير عندنا ميناء حرير 150 رصيف عندي 450 رصيف تفريق وشحن وعندي 150 رصيف صيانة وتشغيل هذا هو لي جذر السفن السفينة تروح بالبحر إرادة لها إدامة لازم نحضرها أرصف تأخذها ودينها 24 ساعة إذا لم يكن لديك هذه الاستعدادات سوف نرى مقونات المشروع ماذا متكاملة بحيث نصير إحنا الأوحد طيب اللي بعده شباب شوف بلجيكا خاف واحد يقول شون سويت المشروع مو بدعا منه الرسم هاي بلجيكا هذا ويا بحر الشمال لغتك هي أكبر مونة أيضا غير تعال انتويرب الثامن على العالم جابت عن طريق قناة دخلتها سويت الانتويرب شوف هذا كل حفر هذا التصميم كل حفر كل حفر شغل الموانئ ما البلجيكا العالم الحديث ما يدفن البحر يحفر البر ميناء حمد حفر ميناء خليفة حفر كيزات هذا الميناء حفر ميناء مانشستر في 1890 وكسر 1855 وحفر هذا ميناء مانشستر كل حفر مصر أيضا حفر موانئ موانئ مصرية دكتور حفر حفر نعم موانئ سسم البقاء والذي نحن نسميها الصيانة والإدامة اللي قلتها هل يحفر هذه القناة 80 كيلو متر حفروها بالحجر شوفوا نحن ساحن سويت نرجع للميناء نحن قبل دكتور نحن حفرنا أسهل يمكن الأرض العربي طيب ترسوبية هذا ميناء هذا شط العرب طيب سوي رصيف وشورينج يمشي ويا شط العرب حتى خط التالف بعد ما يسحف عليه شورينج هو حائط كونكريتي تبتل طرق هندسية تثبت بحث يوقف لك الانهيارات الجاية يصير نتيجة اندفاع نهر الكارون اللسان الملحي وغيره لا ما عليهم اللسان لك بالكوتر رح نحفر قناة تمشي ويا شط العرب تروح تتصل بشط العرب لانه شط العرب لما نكون داخل حدودنا نكملها إلى حد القطع مالبشروع الكوتر طيب فهذه القناة كلها رح تصير ميناء كامل بأرصفة وهذا عندي منها قناة تروح تتصل بقطع مهما كانت السفينة عندنا كبرها 500 متر أكبر سفن العالم أكبر سفن العالم ايش راح تصير راح تقدر تدخل وتطلع من بحر إلى بحر ناقص 20 مياه هنا نقلي 100 كلها ناقص 20 ما عندنا قناة طيب هذا التقسيم اللي انت جنابك المحددة اللي المكونات المكونات أولا هذا الميناء مساحة 320 كيلومتر مربع هنا راح يصير الخزن 50 مليون هذا الميناء تنطلق من عنده الخطة الحرية يربط قطعاتنا من ناتب دي هاش راح نشوف قطعاتنا شون الصين طيب هاي المنطقة الصناعية السفلة اللوجستية اللي يتقدم خدمات للسفن بيها 30 ألف واحد يسكن بيها حتى نقدر نستقبل السفن هنا راح أستقبل في آن واحد 750 رصيف سفينة 600 سفينة تفريغ وشحن وعدي ألف سفينة إيواء بس أكمل من مميزاتنا أنه ميناءنا سرعة التفريغ بيه 45 ثانية يعني دقيقتنا 45 ثانية بينما موانع العالم دقيقة و45 ثانية هذا فرقت أنا بالنسبة للسنة عشقات راح أصير تس سنوات إلى سنة صح عمليات التفريغ عوائد وهاي كلها بالتجارة تحسب هاي منطقة السيابة الترفية وهنا جزيرة الفردوس والقاعدة العسكرية الروح للشتاء هذا الحفر مكلف لا حسنا جايك بس تستعجل نطع للشت الثاني هذا خط الأساس الأحمر طيب هذا خط الجزر مالتنا على هذا ينقاس المياه الدولية منا تأخذ 12 مئن من كل نقطة تطع مياه الدولية احنا شنو سوينا احنا اخذنا هذا حرسنا هو هنا اشتغلنا هذا اشتغلنا موانئنا هنا اشتغلنا القاعدة العسكرية هنا اشتغلنا جزيرة الفردوس حتى أوقف الزحف الكويتي عليه بدون ما أجيهم لأن المد من يجي يأكل عدة التربة وين وديها يوديها للكويت وبالنفس الحال الذي يمكن يسأل كواسر هذه السجاية لا ليس كاسر هذا الكاسر لا القاعدة والجزيرة الكاسر هذا خسارة فلوس خسارة فلوس علينا هذه قاعدة عسكرية ساحة 42 كيلومتر مربع صارت كاسر جزيرة جزيرة 40 كيلومتر اذهب للشيط الثاني هذه مياهنا الاقليمية هذه الحدود بإيران معاهدث 75 تنتهينا هذا التحديد حسب الخراء طيب وهذه مياهنا الاقليمية كلها صير 20 متر ناقص الجماعة 20 يجبون نعمل قناة يمشوها 13 كيلومتر توصل للفا حتى لدينا سفن لدينا سرعة لنحن لدينا سرعة لنحن العالم سيجينا ضربت لك مثلا لنحن لدينا المرة شون صير حامل في 6 توأم ونفس شباكت تجل هم أي اشتركوا في القناة